قليلة هي فرص التقاط الصور لأمثال هذا الرضيع اليمني لا الظروف الأمنية ولا المناخية للبلد الذي يعيش فيه تسنح لبث كامل الصورة لا بعضها بيد أن العالم يعرف منذ فترة أن كارثة إنسانية كبيرة يشهدها هذا البلد الواقع تحت النار منطقة تتهدد الأوبئة والأمن الغذائي وخطر الجوع فيها الملايين بعد أن وصلت الحرب ذروتها ليس هؤلاء المصابون بالأوبئة آخر من تستقبلهم المستشفيات فأعداد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في تزايد مرض بات يوشك على أن يصبح خارج السيطرات ويتطلب توفير أكثر من 22 مليون دولار لمكافحته هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية كلام غير مطمئن حتى وإن أكدت إمكانية وقف هذا الوباء يحتاج الأمر إلى توفير دعم عاجل للحيلولات دون انتشاره كيف هذا ما ستبحث المنظمة مع شركائها الدوليين من أجل إنقاذ هذا البلد من الأوبئة الفتاكة ويتطلب الأمر أيضا وقف الصراع الدامي والمرير لإدخال المساعدة الطبية والغذائية بحسب منظمة الصحة العالمية فإن ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في الجمهورية وصل قبل ثلاثة أيام إلى ثمانية عشر حالة في حين تم تسجيل ثلاثمائة وأربعين حالة يشتبه في إصابتها بالوباء نفسه في كل من الحديدة وتعز وصنعاء والبيضاء والعج أما عن الوفيات فلم تسجل المنظمة إحصاءات دقيقة وشاملة باستثناء ما تتنقله الأخبار عن حالات وفيات في بعض المحافظات ففي عدن العاصمة المؤقتة للبلاد وصلت حالة الإصابة المشتبه بها في المدينة إلى نحو 105 حالات بحسب مدير عام الرعاية الصحية الأولية والذي قال إن أكبر نسبة إصابات ووفيات رصدت بمناطق دار سعد والبساتين شمال المدينة وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم في عدن لإقرار منح طلاب المدارس إجازة مؤقتة من أجل اتخاذ إجراءات للوقاية من الكوليرا تجاوبا مع مخاوف أولياء الأمور من تفشي الوباء الشاهد أن سرعة انتشار الوباء أكبر من الجهود الحكومية والدولية لمكافحته فتفشي الكوليرا يختصر وضع اليمنيين البائس والمعذب ويجعل من الصعب مقاومته في ظل عدم الرعاية الصحية واستمرار النزيف اليومي